وقع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الألمانية بوريوس بيستوريوس اليوم اتفاقية دفاعية هي الأولى من نوعها بين أكبر دولتين في أوروبا من حيث الانفاق على الدفاع والتي تتضمن التزاما بتطوير أسلحة جديدة الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي قالت إن الاتفاق المعروف باسم اتفاقية ترينيتي هاوس من شأنه أن يعزز القدرات والتعاون على تدريبات فيما يخص الجناح الشرقي للكتلة مما يحسن القدرات على الردعة